وابناتي طلاب المدارس الزراعية اهلا بحضراتكو في برنامج في حلقة جديدة على قناتكم قناة التعليم الفني وان شاء الله حلقتنا هتكون لطلاب الصف الاول للمدارس الزراعية على النظام القديم لمادة اسيات البساتين لصف الاول مادة اسيات البساتين من المواد المهمة واخدنا فيها مجموعة كبيرة من المعارف واتكلمنا في اخر حلقة مع حضراتكو على جزئية مهمة جدا وقلنا ان هي ديات معيار نجاح حضرتك في ادارة المزرعة او في العمل داخل مزالة الحصالات البستانية اللي هي ازاي بتم تحديد الجزء الاقتصادي من النبات وازاي ان انا اقدر احكم على صلاحية هذا الجزء الاقتصادي لعمليات الجمع والقاطف واتكلمنا مع بعض على ما هي اهم الدلائل اللي بتحكم على معيار او معيار اللي انا بحكم بيا على جودة وصلاحية الجزء الاقتصادي للقاطف واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت ايضا على ما هو بعض الاجزاء الاقتصادية لبعض انواع النباتات الحصالات البستانية سواء كانت فكهة او نباتات خضر برضو هنا احنا ما ننساش نوضح نقطة في عندي جزء من الاجزاء المهمة جدا او شق اساسي من اجزاء الحصالات البستانية هي انتاج ظهور القطف في حال انتاج ظهور القطف ايضا هناك بعض الادلة اللي انا بستخدمها عند تسويق ظهور القطف فانا برضو في مجموعة من المعايير انا لازم اكون عارفها واكون حططها في حسباني عند جمع ظهور القطف لو انا بجمع ظهور الورد او ظهور الورنفل او ظهور عصفور الجنة وهي من ضمن نباتات الحصالات البستانية اللي بيتم قطفها وتسويقها فانا بشوف برضو هل المسافة اللي انا حيتم فيها تسويق النبات هل هي مسافة كبيرة ولا مسافة صغيرة فبلاقي ان انا ممكن عند نبات القرنفل ممكن يتم تسويقه عندما يكون الغلاف او الكأس مغلف للظهرة بالكامل وممكن استنى عند خروج او بداية تلوين او خروج اللون المميز لظهور القرنفل من الكأس ونفس الكلام بيحكم به على نبات الورد النهاردة ان شاء الله في الحلقة اللي معنا هنعرف فيها بقى ما هي اهم الاشتراطات الواجب مراعتها عند جمع الحصالات البستانية وحنتكلم فيها مع بعض على طرق الجمع المختلفة سواء كانت الجمع الالي والجمع اليدوي وحنعرف ما هي مميزات الجمع الالي وما هي مميزات الجمع اليدوي وايه هي المعاملات اللي بتتم على ثمار الحصالات او على الجزء الاقتصادي اللي بتم جمعه بعد عمليات الجمع الحقلي الى ان يصل الى مرحلة التسويق النهائي للمستهلك في اسواق التجزاء يبقى احنا بنكمل مع حضراتكو الجزء اللي بدأناه في الحلقة اللي فاتت عن عمليات الجمع والتسويق هنتكلم النهاردة على اول جزء او اول حاجة هنتكلم عليها زي ما حنشوف مع بعض ما هي اهم الشروط الواجب مراعطها عند جمع الجزء الاقتصادي او الثمار في نباتات الحاصلات البستانية اول عنصر معانا بتم جمع الحاصلات البستانية واول شرط بتم جمع الحاصلات البستانية عند وصول لمرحلة اكتمال النمو او النضج احنا في الحلقة اللي فاتت واحنا بنتكلم مع بعض وضحنا الفرق ما بين ما هي مرحلة اكتمال النمو وما هي مرحلة النضج وضحنا ان مرحلة اكتمال النمو هي المرحلة اللي بيصل فيها الجزء الاقتصادي الى اقصى حجم ممكن ولو انا سبت هذا الجزء او هذا النبات للمرحلة اللي بعد كده هيدخل الى مرحلة النضج ومن ضمن النباتات اللي بيتم جمعها في مرحلة اكتمال النمو نبات الموز ووضحنا ان مرحلة اكتمال النطج هي مرحلة بيحدث فيها مجموعة من التغيرات الفيسيولوجية داخل السمار بتاعة النباتات وبيتحول او التركيب بتاع الثمرة من الداخل بيحصل فيه تغيير زي ما بيحصل فيه نبات العنب ونبات المشمش يعني ايضا فيه نباتات بيتم جمعها عند وصولها الى مرحلة تمام النطج ولا يفضل أننا أسيب النبات أو أسيب الثمر على النبات بعد الوصول لمرحلة تمام النطج لأنها تصل إلى مرحلة الشيخوخة ومرحلة التدهور يبقى أول شرط من الشروط اللي يجب مراعاتها عند جمع الثمار بتاع الحاصلات البستانية يتم الجمع عند مرحلة تمام النمو أو مرحلة النطج على حسب الصنف وحسب النوع اللي موجود معاي الحاجة التانية إمتى يتم عملية الجمع؟ هل يتم جمع الحاصلات البستانية والثمار بتاعتي أو الجزء الاقتصادي موجود عليه بقايا قطرات الماء المتجمعة عن طريق أو عن وجود أو سبب وجود الندى موجود معاي فبلاقي عندي هنا من الخطورة أننا يتم جمع ثمار الحاصلات البستانية أو جمع الأجزاء الاقتصادية عند وجود الندى لأن نسبة الرطوبة ممكن تؤدي إلى تلف الثمار أثناء عمليات النقل والتداول يبقى عندي من ضمن الاشتراطات في جودة عملية الجمع للثمار أن يتم الجمع إمتى؟ يتم جمع الثمار بعد تطاير الندى يبقى يتم الجمع في الصباح الباكر عشان لا تتعرض الأجزاء الاقتصادية لأشعة الشمس اللي بتسبب زبول وخاصة لو كانت عندي نباتات اللي عندي نباتات ورقية وأيضا براعي أن ما بتمش الجمع إلا بعد تطاير الندى يبقى أول اشتراطات زي ما احنا شايفين مع بعض جمع الثمار عند مرحلة اكتمال النمو جمع الثمار عند مرحلة النطجة على حسب النوع والصنف جمع الثمار بعد تطاير الندى عدم الإضرار بأنسجة الثمرة بالضغط عليها أو خدشها عدم السماح بسقوط الثمار على الأرض لمنعتها الشمها أو جرحها النقطتين اللي هي عدم الإضرار بأنسجة الثمرة يعني أنا برضو كعامل في مجال الحاصلات البستانية وخاصة في مراحل الجمع أو طريقة الجمع اليدوي أنا بمثك الثمرة بإيدي وبتم لفها ويقطفها من الجزء درجة ضغط إيدي على الثمرة بتختلف لو عند الثمرة لينة فأنا يجب علي أن أحافظ على هذه الثمرة لو جينا نتكلم مثلا على نبات العنب هل أنا ينفع أن أنا يتم قطف أو إزالة عنقود العنب من الكرمة بتاعت العنب بإيدي؟ لا أستخدم مقصات خاصة لفصل هذه العناقيد عن الأفرع الحاملة لها يعني أنا ما بشدهاش بإيدي عشان أحافظ على الثمار يبقى هنا أنا يجب علي أن أنا أيضا أحافظ على درجة الصلابة والسلامة للثمرة اللي عندي أثناء عمليات القطف الحاجة المهمة جدا لا يفضل ودي على الإطلاق سقوط الثمار أثناء جمعها على الأرض لأن ده بيعمل لحاجتين أولا بيحصل ضرر ميكانيكي للثمرة وتهشم الأنسجة الداخلية للثمرة الحاجة الثانية أن ممكن الثمار اللي عندي يتم تجرحها وتلوسها وبالتالي يحفقد قيمة من قيم التسويق عندي لهذه الثمار يبقى هنا أول حاجة أو أول مجموعة من الاشتراطات تراعى عند جمع ثمار الحاصلات البستانية نرجحهم مع بعض مرة تانية يتم الجمع عند مرحلة تمام النمو أو مرحلة النضج على حسب النباتي اللي موجود عند الحاجة التانية يتم الجمع في الصباح الباكر ولكن بعد تطاير الندى الحاجة اللي بعد كده أننا أحافظ على سلامة أنسجة الثمرة من التهشم أثناء الضغط عليها يعني أنا أحافظ عليها أثناء جمعها أو فصلها من النبات حتى يتم وضعها في سلال الجمع وبعد كده بيتم وضعها في الصناديق أو الأوعية الخاصة بعمليات التسويق والحاجة اللي بعد كده والمهمة جدا أننا لا يتم السماح لهذه الثمار بالسقوط على الأرض حتى لا يحدث لها تهشم للأنسجة الداخلية اللي موجودة ويحصل ليونة وبالتالي ممكن يحصل فيه أعفان لهذه الثمرة وأيضا أحافظ على هذه الثمار من الإصابة أو التلوث المجموعة التانية من الاشتراطات الواجب مراعتها عند جمع الثمار بيستخدم يفضل استخدام مقصات زي ما احنا وضحنا لما أنا بجمع نبات ثمار العنب بيتم جمعها باستخدام مقصات أو قصفات خاصة بدل من أن أشدها بإيدي عدم تعريض الثمار لأشعة الشمس ونقلها بسرعة إلى أماكن التجهيز والتعبئة وفي بعض الأنواع بيفضل ترك جزء من العنق مع الثمرة لحمايتها من الجفاف والتلف يبقى عندي أيضا في مجموعة من الاشتراطات مهمة جدا يجب أننا أرعاها أثناء جمع الحاصلات البستانية أو نباتل الحاصلات البستانية أول حاجة أننا أستخدم أدوات تساعد بتساعدني أنا في فصل الجزء الاقتصادي عن الجزء الحامل ليه ودي خاصة زي ما احنا وضحها في الفيديو اللي معنا بعد شوية اللي ازاي بيتم فيه جمع محصول العنب أنا بستخدم مقصات خاصة مقصات لها أطراف مدببة بيتم بيها قطع العنقيد الحملة من العنقود إلى من الساق الحملة لعنقود وبيتم حمله بشيء من الرفق حتى يوضع فيه سلال الجمع وفي النهاية بيصل إلى الأدوات أو الأوعية الخاصة بها عمليات التسويق براعي أن السلال اللي عندي بيكون فيه مسافات أو بروز بين الأدوات المخصوص بنقل عشان أحافظ على الثمار عند رص أكتر من ثمرة وفوق بعضها بعد كده من ضمن الحاجات بيتم ترك جزء من العنق ودي مشهورة جدا فيه نبات التفاح والكميترة أنا بيفضل ترك جزء من عنق الثمرة مع الثمار أثناء جمعها وده بيحافظ عليها من الإصابة بالأعفان وفقد نسبة الرطوبة بس بيراعي أن هذا الجزء لو عندي الثمرة زي ما هي موجودة في التفاح بتكون ثمار ذات أكتاف يفضل أن طول هذا العنق لا يتعدى حجم الأكتاف اللي موجودة عندي ليه عشان ما يحصلش تلف من ثمرة إلى ثمرة أخرى نشوف مع بعض كده الفيديو دوت بوضح لي هنا إزاي بتتم جمع العنب داخل حقول العنب فبيلاحظ هنا قد العمال مسكين معهم المقصات الخاصة والعامل بيتم قطع العنقود بتاع العنب وحمل كمية منه بعد كده بيتم وضعها في سلال الجمع يبقى في البداية أنا بيتم استخدام مقصات حادة أو أصفات بيفصل بيها العنقود بتاع العنب عن الساق الحملة وبيتم العامل بياخد عنقود أو اتنين على حسب حجمه وبيتم نقلهم من الشجرة الحملة إلى أدوات أو صناديق الجمع زي ما احنا هنشوف في الفيديو التاني هنا برضو معنا زي بقى هذه الأوعية بتاعة الجمع زي ما احنا شايفين بيتم الجمع وتجميع عنقود العنب زي ما احنا شايفين هنبص مرة تانية قادة شكل ثمار العنب في كرمة العنب وزي ما احنا شايفين وصلت إلى مرحلة تمام النطق نجي نشوف بقى حاجة مهمة جدا عملية الجمع عشان تتم لها حاجتين ممكن أنا أجمع ثمار العنب أو الثمار بصفة عامة بشكل آلي وممكن أجمع الثمار بشكل يدوي هل كل النباتات اللي عندي تصلح إلى الجمع الآلي وهل كل الأجزاء الاتصادية تصلح إلى الجمع اليدوي طيب هل مساحة المزرعة اللي عندي تسمح بالجمع الآلي أو الجمع اليدوي هل توفر العمالة بيأثر عندي على عملية الجمع فبلاقي هنا أنا عندي طريقتين في العموم بيتم بيهم جمع نباتات الحاصلات البستنية فيه طريقة تسمى الجمع الآلي إن أنا بستخدم آلات معينة لإجراء عملية الجمع وفيه طريقة أنا بستخدم بيها الجمع اليدوي الجمع اليدوي بستخدمه لو كانت المزرعة اللي عندي حجمها صغير وعندي توفر من العمالة والعمالة اللي عندي سعرها مش غالي وأيضا في بعض النباتات بتتطلب إن بيتم الجمع عندي جمع يدوي في بعض الأحيان لو أنا عندي مساحات كبيرة وعندي رأس مال متوفر وأنا عندي إمكانية أن أجيب الآلات المستخدمة في عملية الجمع فأنا بستخدم عملية الجمع الآلي يبقى عندي طرق جمع الحاصلات البستنية كم طريقة؟ طريقتين جمع يدوي وجمع إيه وجمع آل يبقى زي ما احنا شايفين مع بعض طرق جمع الحاصلات البستنية الجمع اليدوي والجمع الآلي في الجمع اليدوي دي طريقة شائعة وموجودة في معظم المناطق العامل بيكون عامل على درجة من الكفاءة بيكون هو اللي بيتولى عملية الجمع اليدوي ولكن أثناء الجمع اليدوي في مجموعة من الاشتراطات أنا كراجل شغال في مجال الحاصلات البستنية وعايز أكون ليه سمعة احنا بنتعال في مجموعة من المهارات أنا لازم تكون المهارات دي موجودة عندي أول حاجة أن العامل اللي حيتولى عملية الجمع فيه أولاً أنه هو يكون خالي من الإصابات المرضية يعني ما ينفعش العامل اللي حيكون يقوم بعملية الجمع يكون مصاب أو تظهر عليه أعراض مرضية لمرض معين لأنه هنا في حالة زي كده ممكن يكون سبب لنقل العدوى إلى المستهلك النهائي الحاجة الثانية وأثناء عملية الجمع أنا احنا قلنا أن فيه مجموعة من اشتراطات الصحة والسلامة المهنية أن أنا أخذ أو يتم ارتداء بعض الأدوات اللي بتساعد أولاً بتحميني أنا كعامل من الإصابة بأدوات الجمع والحاجة الثانية أحافظ على الثمار اللي بيتم جمعها أو الأجزاء الاقتصادية اللي بيتم جمعها كمثلاً ارتداء القفزات أثناء عملية الجمع الحاجة اللي بعد كده النظافة الشخصية للعامل أن يكون الأظافر بتاعة عامل الجمع ديات ما هيش طويلة عشان لا تسبب خدش للثمار وبالتالي فقد القيمة التسويقية بتاعتها وكمان أن العامل اللي عندي يكون عامل مدرب وعامل ماهر عشان يقدر يحدد الثمار الصلاحة للقطف من الثمار الغير صلاحة للقطف لأن في الجمع اليدوي لا يتم الجمع على مرة واحدة ولكن يجم الجمع على مرات مختلفة فالعامل بينزل وبيتم اختيار الثمار أو الأجزاء النباتية الصلاحة للجمع وبيترك الأجزاء اللي لسه لم تصل إلى مرحلة تمام النطج أو مرحلة اكتمال النمو يبقى هو لازم يكون عنده الخبرة اللي يقدر من خلالها يحكم على أن الجزء الاقتصادي ده وصل لمرحلة الجمع المناسبة ولا لا هل وصل لمرحلة تمام النمو إذا كنا هنجمع في مرحلة تمام النمو ولا وصل لمرحلة النطج إذا كنا هنجمع في مرحلة النطج يبقى من ضمن التعريف بتاع طرق الجمع اليدوي هي أشهر طرق الجمع أكثرها انتشارا في موظم دول العالم بتعتمد على العمالة لأفراد بيتم بيهم أو هما اللي بينزلوا لأرض بتاعتي وبيتم باستخدام الأيدي جمع الأجزاء النباتية أو جمع الجزء الاقتصادي قلنا في مجموعة من اشتراطات في هذا العامل يكون خالي من الإصابة المرضية يرتدي قفزات عند إجراء عمليات الجمع يكون خالي أيضا يكون الأظافر بتاعته ليست طويلة عشان ما يسببش تلف ميكانيكي يكون لديه المقدرة على الحكم على أن الثمار بتاعتي وصلت إلى مرحلة تمام النطج ولا لا طيب هو بعد ما بيجمع بيعملين؟ بيتم جمع الثمار عندي في حاجة احنا بنسميها سلال الجمع يبقى العامل وهو بيجمع حيجمع الثمار بتاعتي فين؟ يجمع الجزء الاقتصادي في حاجة اسمها سلال الجمع وبيتم بعد كده تفريغ هذه السلال فين؟ بيتم تفريغها في الأوعية أو الأواني الخاصة بإجراء عمليات التسويق يبقى زي ما احنا شايفين مع بعض يتم الجمع بيتم وضع الثمارة في راحة اليد وبيلفها لجهة اليمين أو جهة الشمال ثم يتم جذبها فتفصل الثمارة من الفرق ويتم وضعها باحتراس في وعاء الجمع يبقى العامل بيعمل ايه؟ بيمسك الثمارة وبيلفها عشان يفصلها من السق بتاعتها ويحطها برفق في سلة الجمع وبعد كده بينقلها فين؟ بينقلها إلى السلال بتاعة التسويق ولي بتتم في محصول التفاح والخوخ والتين وأيضا الجوافة ومحصول المانجو وثمار الخرشوف والكانتالوب والبامية والبزنجان والفلفل والكوسة والخيار يبقى عندي مجموعة من النباتات أيضا بلاقي شرط أساسي عندي أننا يتم جمعها باستخدام العمالة أو الجمع اليدوي يعني أنا أقدر أقول هنا أننا يمكن أستخدم آلة لجمع محصول الخيار الموضوع هيبقى هنا فيه شيء من الصعوبة يعني الجمع الآلي ما بيتمش في كل النباتات يبقى في الجمع اليدوي العامل بينزل وهو اللي بيحدد صلاحية الجزء الخاص بعملية القطف ويمكن لما نجي نتكلم على المميزات والعيوب هلاقي من ضمن عيوب الجمع الآلي أن الآلة لا تميز بين الدرجة النطج المطلوبة وأيضا من ضمن عيوب الجمع اليدوي أن بطء العملية أو بتعتمد على مهارة العامل نشوف مع بعض كده في حالة السمار زي العنق الصلب زي البرتقانة بصرة والوسف واللمون بيتم قطف جزء من العنق لحماية الثمرة من الجفاف أو التلف وبيتم استخدام أصطفات خاصة لجمع الثمار يبقى برضو احنا قلنا هنا أن لو عندي ثمرة خايف عليها من التلف والجفاف فبيتم ترك جزء من العنق الصلب زي ما وجود في البرتقان واليوسف واللمون كمجموعة الموالح وبلاحظ عندي أن الجزء اللي أنا بسيبه يكون حجمه لا يتعدى حجم الأكتاف حتى لا يسبب تلف للثمار المجورة وعندي يلاحظ أن العنق زي ما احنا قلنا أن لا يزيد ارتفاعه ولا يقل عن ارتفاع أكتاف الثمرة حتى لا تضر الثمار الأخرى من ملامسة بقايا الأعناق عند الرص في العبوة يبقى في الجمع اليدوي العامل بيجي على الثمرة تسيب موجود في العنب وفي البرتقان واليوسف والليمون وبيمسك الثمرة في حالة العنب بيتم استخدام مقصات أو أصفات خاصة بيفصل بيها العنقود العنب من الساق الحاملة له في حالة البرتقان واليوسف والليمون بيتم أطف أو قطع الثمرة بجزء من الحامل وقالنا أن الجزء ده بيكون بيحافظ على الثمار بتاعتي من الجفاف وبيراعة أن الجزء اللي أنا بيسيبه لا يزيد عن أكتاف الثمرة يعني يكون جزء صغير حتى لا يتم تلف أو يسبب تلف للثمار عند ملامستها أو وضعها داخل الصنة دي طيب في عنقود العنب زي ما احنا قلنا عنقود العنب بيتميز أن الحامل بتاعي بيكون فيه شيء من الصلابة فأنا هنا يستخدم مقصات مدببة أو سككين حادة عند فصل الصباطات البلح والموز لازم يستخدم سكينة حادة في حالة عنقود العنب بيستخدم مقصات مدببة نشوف مع بعض هنا ده نبات البروكلي وده قلنا ده من ضمن نباتات الخضر اللي بيتم تسويقها عند أو قبل تفتح النهرات عشان أفصل بيتم استخدام سككين حادة لفصل الجزء الاقتصادي من النبات هنا بتبين عمليات الجمع اليدوي لثمار التفاح وده العامل هنا بيتم مسك الآلة أو بيتم وضع هذه الثمار أو الثمرة في هذه الآلة وبيتم لفها وفصلها من جزء الحامل لها وبعد كده بيتم زي ما احنا شايفين معنا هنا برضو ده عامل بيتم في جمع نبات من نباتات الخضر هو نبات الفصل يبقى في الجمع اليدوي العامل أو الجمع اليدوي بيعتمد على مهارة العامل لأن العامل هنا هو اللي هيحدد صلاحية الجزء الصالح للقطف من الثمار الغير صالح للقطف يعني لو أنا عندي شجرة عنب أو شجرة تفاح أو شجرة كومترا أو شجرة برطوان لا يتم الجمع لهذه الثمار مرة واحدة ولكن العامل بينزل على الشجرة وبيجمع الثمار فقط التي وصلت إلى المرحلة المرغوب فيها عملية الجمع يبقى في الجمع اليدوي العامل هو اللي بييجي ويمسك الجزء الاقتصادي وبيفصله عن النبات حسب ما هو متاح يعني لو الجزء الراسل ما بين النبات وما بين السق بتاعتي صلب وفيه شيء من الصلابة بيتم استخدام آلة تساعد في عمليات الجمع زي السكاكين الحد أو الأصفات طب لو في الجزء ده أنا ممكن أستخدم فيه صوابع بس زي ما بيحصل فيه زي ما احنا شايفين في الصورة اللي معانا نبات الفصولية بيتم قطاف باستخدام اليد ودون الحاجة إلى آلة معانا بعد كده حنشوف مع بعض مميزات الجمع اليد لو جينا نشوف زي ما احنا استعرضنا مع بعض ما هي أهم مميزات الجمع اليدوي من الجزئية الصغيرة اللي احنا شايفينها أول حاجة قلة التكاليف لأن هنا الأجر العامل حيكون أقل من أجر الميكانة العامل اللي هيجي عندي حيجمع لي الجزء أو الثمار الصلاحة للقطف ويترك الثمار الغير صلاحة للقطف على حسب الرغبة يعني أنا هنا كرجل صاحب مزرعة أو كرجل تاجر أنا اللي بحدد ما هي الثمار أو ما هي المواصفات هل درجة النطج اللي موجودة عندي أنا عايز أجمع الثمار طماطم هيتم نقلها إلى مسافات بعيدة فبيتم جمع الثمار الطماطم في مرحلة معينة من مراحل النطج أو بداية مرحلة بداية التلوين لو أنا هيتم تسويقها في مسافة قريبة فهجمع الثمار الطماطم في مرحلة تمام التلوين لو أنا هستخدم هذه الثمار في عمليات التصنيع يفضل أن أنا أسيب الثمار بتاعتي إلى أن تصل إلى مرحلة تمام النطج يبقى هنا مين اللي هيقدر يحكم على العملية ديه؟ العامل يبقى من ضمن مميزات الجمع اليدوي أن العامل يستطيع التحكم في درجة النطج المناسبة لإجراء عمليات الجمع يبقى أولا قلة التكاليف ثانيا العامل هو بيقدر يتحكم في درجة النطج الكافية وبعد كده قلة نسبة الثمار التالفة أثناء عمليات الجمع ليه الكلام ده؟ في حالة الجمع الآلي في بعض الثمار بيتم تهشمها نتيجة استخدام الآلة سواء كانت ضرر ميكانيكي من الآلة نفسها أو ضرر ميكانيكي نتيجة تصاغضم الثمار أثناء عمليات الجمع نشوف مع بعض كده الحصاد الآلي في الحصاد الآلي بيتم في ثمار الفكهة الصلبة يعني أنا ما ينفعش أستخدمه في الثمار الليينة لأنه بيسبب تلف وبيعمل عندي مشكلة زي ما موجود في ثمار الجوز واللوز والبكان وأيضا الزيتون لأن في حالة ثمار الزيتون والكريز والخوخ بيتم استخدام آلات خاصة زي ما هنشوف بعد شوي يبقى فيه الحصاد الآلي للخضر بستخدم آلة بيتم جمع فيها محصول زي البطاطس والبطاطا والجزر واللفت والفجل وأيضا ممكن أجمع بيها البسلة والفصولي آلات الجمع آلات خاصة بتقوم بهذه جزء الشجرة ونتيجة عملية هذه بيتم تساقط الثمار بس هنا نوضح فيه جزئية مهمة جدا لازم نتكلم عليها مع بعض ليست كل العامل الاقتصادي ما هوش المعيار والمحك الرئيسي اللي من خلاله أنا أقدر أحكم على أن أنا أستخدم عمليات الجمع يعني أنا ما قدرش أقول أن أنا هستخدم جمع آل في محصول البطي ما قدرش أن أنا أقول أن أنا هستخدم جمع آل في محصول الطماطم ما قدرش أقول أن أنا هستخدم جمع آل في محصول الخيار يبقى هنا في مجموعة من النباتات ممكن أننا أستخدمها أو أستخدم ليها الجمع الآلي لو توفرت العنصر المالي وبعض الأنواع ما ينفعش يتم فيها جمع آلي مطلقا يبقى في بعض نباتات الفكهة بيتم جمعها آليا زي ما موجود فيه نبات الزيتون وبعض أنواع الخضر بيتم جمعها آلي زي ما هو موجود فيه نبات البطاطس ونبات الجزر نشوف مع بعض كده آلة الجمع الآلي من نبات الجزر زي ما احنا شايفين آلة بتمر في الحقل بالكامل وبيتم اقتلاع الجزور بتاعة نبات الجزر وتقوم هذه الآلة بكل العملية الحقلية من بداية من اقتلاع الجزر من الأرض إلى أن يتم وضعه في السلال الخاصة بعمليات التسويق زي ما احنا وضحنا لو انا هستخدم آلة لابد عندي أن تكون المساحة بتاعت كبيرة وهنا بتوضح الجزء زي ما بيتم بالزبط هنا بيتم اقتلاع الآلة فيها جزء بيتم حرط التربة ويتم اقتلاع الجزور وبيتم تخزين الجزور في الجزء الخاص وبيتم فصل العرش فيه أثناء هذه المعاملة يبقى الآلة دي بيتم فيها إيه؟ الآلة دي بتعمل جمع لآلي لنبات من نباتات الخضر الجزرية وهو نبات الجزر الآلة بتعمل إيه؟ الآلة أصداً أنا عندي نبات الجزء الاقتصادي فيه هو عبارة عن جزور والجزور موجودة أسفل سطح التربة فأنا لازم أفكك سطح التربة يبقى الآلة دي بتعمل حاجتين بتعمل تفكيك لسطح التربة وفي نفس الوقت بيتمسك العرش وبيتم الجزبه لأعلى حتى يتم فصل الجزور من التربة اللي هي بتعمل نفس الدور اللي العامل بيعمله لو هو هعمل جمع يدوي في حالة الجمع اليدوي للجزر اللي بيتم العامل بيمسك وتد أو ألا حد بأيديه وبيتم غرسها داخل جزور الجزر وبيعمل خلخلة للتربة وبالإيدي التانية بيشد الجزور وهي نفس الفكرة الآلة عملت خلخلة للمجال الجزور وشدت الجزر بتاعي من الأرض بعد كده هي بتعمل المعاملة تانية إن هي بيتم فيها فصل العرش عن الجزر ودي زي ما احنا قلنا لو أنا هستخدم آلة هستخدمها في المساحات الكبيرة ويكون عندي الأرض بتاعتي أو فيه إمكانية اقتصادية لاستخدام الآلة هاللحظ هنا أن أنا بقول إيه بقول إن الآلة بتعمل خلخلة لسطح التربة عشان يسهل خروج الجزور هذه الآلة أثناء خلخلة الجزور أو خلخلة التربة حول الجزور ممكن تؤدي إلى تلف الجزور في أثناء فصل العرش عن الجزر ممكن الآلة تؤدي إلى تلف جزء كبير من الجزور بتاعتي يبقى هنا من ضمن عيوب باستخدام الآلة إنها ممكن تؤدي إلى تلف الجزور نشوف مع بعض دي آلة آلية لجمع سمار الزيتون اللي بيحصل بيتيجي الآلة بالشكل اللي إحنا شايفينه فيها زي حاجة كده بيتم حفظ الثمار فيها بتحيط الشجرة بالكامل وبعد إحاطة الشجرة بالكامل بيتم الآلة دي فيها جزء بيمسك الجزع الشجرة وبيعمل زبزبات سببها زي ما احنا شايفين سببها بيتم تساقط الثمار اللي موجود على الشجرة وبيتم جمعها باستخدام الحفظة اللي تم وضعها حول الشجرة زي ما احنا شايفين بعد كده إحنا بنلاحظ إن فيه تساقط الثمار ممكن تكون الثمرة في هذه الحالة ثمرة تمت النضج وممكن ما تكونش تمت النضج بيسقط معها مجموعة من الأوراق أثناء عمليات الجمع يبقى دي من ضمن العيوب الجمع الآلي زي ما احنا شايفين إن الآلة بتفرد زي حاجة كده يتم فيها تجميع الثمار وبتعمل زبزبات خاصة على الجزع والفروع بيتم بيها تساقط الثمار من على النبات داخل الحفظة بتاعته تب هنا سؤال حلاقة هنا هل الآلة قدرت تميز ما بين ثمار الزيتون النضجة والغير نضجة؟ هل قدرت تميز ما بين الثمار نفسها والورقة بتاع النبات؟ لا هنا أثناء عمليات الجمع الآلي بيبقى فيه مجموعة من المشاكل إننا الآلة لا تستطيع التمييز ما بين الثمار النضجة والثمار الغير النضجة وأيضا بيكون فيه حدوث تلف ميكانيكي أثناء عمليات الجمع الآلي وأيضا وجود نسبة من أوراق الأشجار أثناء عمليات الجمع طب نجي نشوف بقى ما هي أهم مميزات الجمع الآلي نحن نقول هنا فيه مشكلة إن أنا عندي في الجمع الآلي إن الآلة لا تستطيع التمييز بين الثمار النضجة والثمار الغير نضجة نقول حدوث تلف ميكانيكي للثمار أثناء عمليات الجمع أمال أنا ليه بأعمل عمليات الجمع الآلي عمليات الجمع الآلي بيتتميز بمستين مهمين جدا أولا سرعة الأداء وسانيا إمكانية جمع المحصول كل مرة واحدة يعني أنا بتمش الجمع على مرات يبقى أهم مستين عندي في الجمع الآلي للثمار أو الأجزاء الاقتصادية في الحاصلات البستانية بيتم بتتميز بالسرعة وجمع المحصول مرة واحدة يبقى لو أنا عندي توفر مال أو نسبة من العائد النقدي اللي بيتم الإنفاق فيها على عمليات الجمع واستئجار الآلات فأنا بأحصل على الآلة وبجيبها بتميز لي أو بتوفر لي حاجتين سرعة الأداء وإمكانية جمع المحصول على مرة واحدة بس عندي هنا في مجموعة من العيوب زي ما احنا شايفين بتحتاج إلى مهارة من القائد الخاص بالآلة نفسها مش أي حد يتعامل معاها الأدوات دي والآلات بتحتاج إلى صيانة مستمرة الأجزاء بتاعت الميكانيكية بتحتاج إلى صيانة الآلة لا تستطيع اختيار الثمار الصالحة للجمع يعني ما تدرش تميز ما بين الثمار الصالحة للجمع في مرحلة ومرحلة أخرى ما تدرش تميز ما بين الثمار اللي في مرحلة اكتمال النمو والثمار اللي موجودة في مرحلة النمو ولذلك لا يفضل استخدام الجمع الآلي في حالة الرغبة في جمع الثمار على أكتر أو في درجة معينة من درجات النمو من ضمن العيوب أيضا زيارة نسبة التالف من الثمار وارتفاع تكاليف الانتاج في حالة الجامع الآلي بالرغم من الميزة اللي أنا بخدها من سرعة الأداء وجامع المخصول مرة واحدة في عندي مشكلة أيضا أن أنا بسبب تلف ميكانيكي للأجزاء سواء كان من أجزاء الآلة أو تلف ميكانيكي من تدافع أو نتيجة خبط الثمار في أثناء عمليات الجامع نشوف مع بعض هنا صورة بتبين لي الجامع الآلي لو أنا بيعمل عملية الجامع الآلي في نباتات الخضر زي موجودة عندي في نبات الطماطم وعندي هنا صورة بتبين آلة الجامع الآلي في محصول البطاطس نيجي نتكلم على جزئية مهمة أدوات وأوعية جامع الثمار يعني وضحنا مع بعض جزئيتين مهمين الجزء خاص بالأدلة والمعايير اللي أنا بحكم بيها على جودة الجزء أو صلاحية الجزء الاقتصادي للجامع واتكلمنا على أهم من الاشتراطات الواجب مراعتها أثناء جامع الثمار واتكلمنا مع بعض على طرق الجامع سواء كانت جامع يدوي وجامع آلي بعد عملية الجامع أنا عندي أدوات الجامع والتعبئة والتسويق حيتم تعبئة الثمار أثناء جامعها في إيه؟ ويتم تعبئتها في أثناءنا لها من الحقل إلى السوق في إيه؟ ويتم تسويقها للمستهلك النهائي في إيه؟ تسمى عبوات الجامع وعبوات التسويق العبوات أدوات أو آنية أنا بستخدمها سواء للجامع يبقى إذا أنها آلة أو آداة أنا بجمع فيها الجزء الاقتصادي عند جمعه من النبات إلى أن يتم وضعه في الأداة أو الوعاء اللي بتم فيه نقله من الحقل إلى المستهلك في الأسواء يبقى نشوف مع بعض كيف يتم جمع الثمار من الأشجار العلي سؤال مهم لو أنا عندي نخيل بلح أو عندي أشجار زي أشجار البرتقان إزاي أنه نقدر أجمع صباطات أو ثمار بتاعة نبات البلح من نخيل البلح العالي دي إحنا قلنا طب هل هنا أنا هستخدم آلات ولا هستخدم عمال أنا هنا المهم عندي إن أنا لو عندي شجرة عالية سواء كانت ممكن أنا في شجرة البرتقان لو العامل وقف جنب الشجرة أو الشجرة يرتفاح عالي لو شجرة منجة لو شجرة تفاح ممكن أستعين ببعض الألات اللي تساعدني للغصول إلى الثمار ممكن أستخدم رفعات هادروليكية لو متاح بالنسبة لي مرور الألات بجانب الأشجار وممكن أستخدم سلال من الألمونيوم لخفة حملها ويتم وضعها بجوار الشجرة للوصول إلى الثمار وإحنا في الحالتين بنقول إن في حالة الجمع أنا بحافظ على الثمار فأنا لما بقدي أو بجيب الحاجة اللي بتساعد العامل للوصول إلى الثمار بحافظ على الثمار بتاعتي من التلف الميكانيكي يبقى أنا هنا في حالة الجمع من الأشجار العالية بيتم توفير أدوات بتساعد على وصول العمال إلى الثمار ممكن أستخدم سلالم ويفضل إن هي يكون مادة تصنام بتاعتها ألمونيوم لأنها تكون سلالم خفيفة لسهولة نقلها من مكان إلى مكان الحاجة الثانية ممكن أنا هنا أستخدم روافع هادروليكية ودي بتكون موجودة في مزارة النخيل الكبيرة عشان تساعد في نقل العامل من سطح الأرض إلى أن يصل إلى قمة نخيل البلح للحصول على الثمار تب بعد القطف إيه اللي بيتم؟ بمجرد قطف الثمار زي ما احنا شايفين مع بعض بيتم وضع الثمار فين؟ بيتم وضع الثمار في أكياس من القماش السميق بيكون لها فتحة سفلية بيسهل فتحها وغلقها كما في حالة الموالح أو جرادل من البلاستيك أو صناديق كما في الخوخ والمشمش والبرقوق معنى الكلام ده إيه؟ معناها أن العامل أثناء عملية الجمع بيكون معاه إما حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها دي ممكن يستخدم جرادل من البلاستيك بيتم تجميع الثمار فيها أثناء جمعها من الأشجار الحاملة لها وبيتم وضع الجزء الاقتصادي في هذه الجرادل وبعد كده بيتم نقلها إلى مكان التعباعة الحقلية يعني معنى كده أن العامل وهو شغال بيكون معاه جردل بلاستيك بيتم فيه تجميع الأجزاء أو الأجزاء الاقتصادية أثناء جمعها من الشجرة وبعد كده لما بيتم ملقها بيتم تفريغها في المناطق الخاصة بالتعباعة الحقلية ممكن أيضا يكون معاه كيس من القماش له فتحتين فتحة علوية مفتوحة وفتحة سفلية بيتم فتحها وغلقها بسهولة لسهولة تفريغ الثمار اللي موجودة بداخله طيب بعد امتلاع عبوات الجمع زي ما احنا شايفين بيتم تفريغها باحتراس في أوعية البستان اللي بتتراوح الساعة بتاعتها من 20 إلى 100 كيلو جرام وبيتم وضعها في مكان مظلل إلى حين نقلها إلى أماكن التعباعة زي ما احنا شايفين دي صورة من الصور أو آلة من الآلات اللي عندي اللي هي الأخفاص الجريد ودي عندي الأجولة اللي مستخدمة من البلاستيك بتكون أكياس من البلاستيك أو الشبك البلاستيك ودي بتستخدم في نقل البصل والبطاطس من حقول التعباعة إلى أماكن التسويق وأيضا عندي هنا في من ضمن العبوات كاراتين خاصة زي هي موجودة الثمرة اللي عندي أو النبات اللي قدامي دوت دي نورات نبات الخرشوف وعندي ممكن أيضا من أوعية الجمع اللي موجودة بتكون عندي أوعية مصنعة من الخشب لو احنا لاحظنا في الصورة اللي معنا هنا هللاحظ أن فيه جزء من البروز أو بروز موجود في قمة صندوق التعباعة حتى لا يحدث تلف عند رص هذه الصناديق في أكثر من دور يبقى برضو من ضمن الاشتراطات اللي عندي أن الصناديق اللي موجودة ديت بيكون فيها جزء بارز عن قمة الصندوق حتى لا يتم تلف الثمار عند وضعها في أدوار فوق بعضها طيب إزاي نعمل بقى طرق التداول للمحاصيل داخل البستان أو خارجه هنا أنا لما بعمل عملية الجمع في عندي أول حاجة هعملها اسمها التعبئة داخل البستان يبقى بعد ما بعمل عملية الجمع سواء كان جمع آلي أو جمع يدوي في عندي أثناء عملية الجمع بيكون في عمال مسؤولين عن عملية الجمع وفي عمال بيكونوا مسؤولين عن عملية تسمى عملية التعبئة البستانية تعبئة بستانية معناها أن العامل دوت حيكون مسؤول عن جمع وتعبئة الجزء الاقتصادي داخل العبوات اللي حيتم نقلها من مكان الانتاج إلى مكان البيع سواء في أسواق الجملة أو أسواق التجزاء يبقى التعبئة البستانية بيكون الهدف منها تفريغ أو أخذ الثمار اللي عندي أو الجزء الاقتصادي من عبوات الجمع ويتم وضعها داخل الأوعية الخاصة بعمليات التسويق نشوف مع بعض كده في حالة التعبئة في البستان يجب أن تكون هذه العملية بتتم في مكان يكون نظيف يعني ما ينفعش يكون فيه أي مصدر من مصادر التلوث أيضا تتم في مكان مظلل حتى لا تصاب الثمار بلسعة الشمس وتسبب تلفها بيتم عملية فرز مبدئي وتدريج للثمار يدويا أو لاستعانة ببعض الأجهزة بيتم بعد كده رأس الثمار داخل العبوات المناسبة لكل نوع وبالطريقة الصحيحة ويجب عدم تعرض الثمار للشمس مباشرة حتى لا تفقد الرطوبة والنظارة يبقى هنا في حالة التعبئة البستانية أنا قلت هنا أن حضرتك كعامل فني في مجال إنتاج الحاصلات البستانية حيبقى مطلوب منك جمع الجزء الاقتصادي من النبات وبعد كده احنا قلنا بيتم الجمع في أدوات خاصة أو في سلال خاصة أو جلاد خاصة وبيتم نقله إلى مكان نظيف مكان مظلم مكان جيد التهوية بيتم عندي في وضع النباتات في العبوات الخاصة بالتسويق بنقول هنا في معاملة مهمة جدا أنا هنا عايز أسوق نبات بشكل جيد وعضمن سعر اقتصاد كويس فأنا بعمل عملية تسمى الفرز والتدريج المبدئي عملية الفرز معناها إيه؟ معناها أن أنا بستبعد الثمار الصالحة أو الأجزاء النباتية الغير صالحة وما بيتمش تعبئتها ليه؟ لأن تعبئة سمار غير صالحة أو تالفة أو فيها جزء من التلف الميكانيكي ممكن تؤدي إلى تلف بعض الأجزاء الأخرى أو إصابتها بالأعفان عنه يبقى أول حاجة في الجامع البستاني من ضمن الاشتراطات أو المكان اللي بيتم فيه التعبئة البستانية بيتم التعبئة في مكان مظلم مكان نظيف مكان جيد التهوية العامل هو اللي بيقوم بعملية الفرز المبدئي غالباً في داخل البستين لصعوبة نقل الأدوات إلا إذا كان هناك مساحة كبيرة وكانت ملحق بيها محطة للتعبئة ودي بتكون فيه أماكن التسويق للتصدير يبقى هنا بنقول من ضمن الاشتراطات اللي لاجب مراعطها عند التعبئة البستانية إن المكان يكون نظيف مكان جيد التهوية خالي من الرطوبة بيتم فيها الفرز المبدئي وبيتم فيها التدريج وبيتم فيها التعبئة داخل صندوق التعبئة على حسب كل نوع من أنواع النباتات نشوف مع بعض كده عبوات التسويق أول نوع من عبوات التسويق هي أقفاص الجريد أقفاص الجريد هي أقفاص مصنوعة من أوراق نخيل البلح وبتستخدم فيه التسويق المحلي للثمار البستانية بتتراوح الساعة بتاعتها من 5 إلى 30 كيلو جرام حسب النوع ويعاب عليها عدم تحملها للنقل وأيضا تسبب تلف ميكانيكي للثمار نتيجة الضغط على الثمار في الزوايا الحادة للأقفاص يبقى أول نوع عندي من أدوات التعبئة هي الأقفاص المصنوعة من أوراق نخيل البلح بتسمى أقفاص الجريد وأقفاص الجريد الساعة التخزينية أو الساعة بتاعتها بتتراوح ساعتها من 5 إلى 30 كيلو جرام مزتها أن هي رخيصة الثمن ويعاب عليها أن هي تسبب تلف ميكانيكي لإثمار الموضوع داخلها ولكن هي نظرا لقل الثمنها فتعتبر هي أكثر أنواع العبوات استخداما خاصة في المناطق اللي بيتم فيها التسويق الداخلي أو التسويق المحلي وليس التسويق للتصدير ممكن أعمل لها عملية تحسين أن أنا ممكن أغلف هذه الأقفاص المصنوعة من الجريد بطبقة من البلاستيك أو طبقة من الخيش لحماية الثمار اللي موجودة داخلها من التلف يعني أنا هنا ممكن أحافظ على الثمار نوعيا أن أنا أغلف هذه الأقفاص بطبقة من الخيش للمحافظة على الثمار من الداخل بنقول هنا برضو في عندي عبوات خشبية ممكن أستخدم عبوات خشبية ساعتها برضو أيضا من 5 إلى 30 كيلو جرام وممكن أستخدم عليها غطأ من الخارج ودي بتستخدم لنقل الثمار الموالح ممكن أستخدم عبوات خشبية ساعتها أقل شوية حوالي 20 كيلو جرام ودي بتستخدم لنقل المشمش والكمترة وأيضا في عندي عبوات ممكن يكون حجمها أصغر شوية من 5 إلى 10 كيلو جرام وبراعة في العبوات الخشبية وجود بروز على جوانب الصناديق أو العبوات الخشبية لتفادي ضغط الصندوق العلوي على السفلي أثناء عمليات الناء يبقى أول نوع من العبوات المستخدمة في نقل الحاصلات المستنية من أماكن الإنتاج يعني من داخل البساتين إلى أماكن التسويق الأقفاص المصنوعة من الجريد والعبوات الخشبية عندي أيضا من ضمن العبوات المستخدمة في عمليات الجمع عبوات البلاستيك ودي بتكون عبوات الساعة بتاعتها بتكون حوالي 20 كيلو جرام ويجب غسلها وتطهرها بعد كل استخدام لعدم نشر أمراض الثمار هنا في سؤال مهم جدا هل أنا أستخدم العبوات المصنوعة من أوراق النخيل اللي هي أقفاص الجريد ولا أستخدم الأقفاص الخشبية ولا أستخدم عبوات البلاستيك هنا كل ده بيتوقف عليها العامل الاقتصادي بالدرجة الأولى يعني أنا لو عندي إمكانية أن أنا أستخدم عبوات الكرتون والعبوات البلاستيكية لأن هي لا تسبب ضرر ميكاريكي للثمار فيفضل استخدام العبوات البلاستيك ويفضل استخدام العبوات المصنوعة من الكرتون عن المصنوعة من الخشب والمصنوعة من أوراق نخيل البلح لأن في حالة الأوعية المصنعة من جريد أو بنسميها أوراق نخيل البلح بتتميز بصلابة وبتسبب ضرر ميكاريكي للثمار الموجودة فيها خاصة في مناطق الحواف بتاعتها فيفضل استخدام الأوعية المصنعة من البلاستيك يبقى زي ما احنا وضحنا مع بعض لحد كده قلنا ثلاث أنواع من الأوعية المستخدمة في نقل الحاصلات البستانية من البستان إلى سوق التسويق أو منحلة من التسويق سواء كان التسويق في الأسواق الجملة أو أسواق التجزاء الأقفاص المصنوعة من الجريد عندي الأقفاص المصنوعة من الخشب أو عندي الأقفاص أو العبوات البلاستيكية في عندي الصورة الثالثة ودي الأشهر عبوات الكرتون ودي بتكون عبوات الساعة بتاعتها من 2 الى 22 كيلو وتستخدم لثمار التفاح وثمار الكومترة وثمار الخوخ وبعض محاصيل الخضر الثمرية وبيراع ان الطبقة الخارجية من الصندوق تكون معاملة بطريقة تمنع تشربها للماء وتغطى الصناديق بغطاء منفصل او بغلق اطرافها العليا وبيتم لسقها يبقى العبوات عندي قلنا يا اما اقفاص من الجريد يا اما صناديق من الخشب يا اما عبوات من البلاستيك يا اما عبوات من الكرتون زي ما احنا وضحنا برضو مع بعض ان هنا يجب علي ان انا اراعي البعد الاقتصادي لاستخدام الالة وادات الجمع او الالات النقل وراعي ايضا المحافظة على ثلامة السمار اللي عندي في عندي اخر نوع من العبوات اسمها عبوات المستهلك ودي بتستخدم في التسويق للمناطق في المولايات التجارية والاسواق التجارية بيتم وضع كمية من الثمار بتكون وزنها من نص الى واحد كيلو جرام وبتكون عبارة عن اكياس من البلاستيك او الشباك البلاستيكية بتكون من البوليسيلين وغالبا بيتم وضعها في العبوات المختلفة هنا جزئية مهمة لازم نرأيها مع بعض في بعض المواصفات الخاصة بالعبوات اللي عندي اولا يجب ان هي تكون رخيصة السمن يجب ان هي تكون خالية مصنعة من مواد ليست مصدر النقل العدوى او الاصابة المرضية بتكون من خامة موجودة عندي في السوق بتاعي يبقى احنا هنا اتكلمنا مع بعض على طرق الجامع المختلفة سواء كان جامع ايلي وجامع يدوي وتكلمنا على العبوات بتاعت الجامع وفي النهاية تكلمنا على العبوات اللي بيتم بيها نقل نابات الحاصلات البستانية من بساتين الفاكهة والخضر او الزينة الى ان يتم تسويقها داخل الاسواق سواء كانت اسواق الجملة او اسواق التجزاء وبكده يبقى نكون وصلنا لاخر جزء في حلقتنا النهاردة وكده نكون ختمنا الجزء الخاص بعمليات جمع وتسويق ونقل ناباتات الحاصلات البستانية نلتقي مع بعض في حلقات اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته